مشاهدين دلوقتي نروح لمنجز الأهم وآخر الأنباء مع هالة تفضلي هالة شكرا بسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش منجزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت القوات المسلحة السودانية استدعاءا كاملا لكل ضباط وضباط صف وجنود ومتقاعدي القوات المسلحة وقال وزير الدفاع السوداني المكلف الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين إن هذا القرار يأتي دعما لإعادة الأمن والاستقرار واتساقا مع الظروف التي فرضتها قوات الدعم السريع واستهدافها للمواطنين واستخدامهم كدروع بشرية هذا وأهب الجيش السوداني برجال القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وكل القادرين على حمل السلاح أن يتوجهوا لأقرب قيادة عسكرية نددت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة بأعمال عنف وقعت في كوسفو بعدما اشتبك محتجون مع الشرطة في بلدة يمثل الصرب الأغلبية فيها ودعت الدول الخمس في بيان مشترك السلطات في كوسفو إلى تهديئة الأوضاع كانت الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في بلدة زفيتشان لفض حشد خارج أحد مباني البلدية وحاول المحتجون منع حاكم من أصل ألباني منتخب حديثا من دخول مكتبه عقب انتخابات قاطع الصرب المقيمون في كوسفو مما دفع الرئيس الصربي أليكزاندر فوتشيتش في جيش البلاد في حالة تأهب قصوى وأمر وحداته بالتحرك إلى أماكن قريبة من الحدود مع كوسفو قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا تخطط لمحاكاة حادث كبير في محطة زابوريتجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها قوات موالية لموسكو في محاولة لإحباط هجوم مضاد أوكراني مخطط له منذ فترة طويلة وقالت إدارة المخابرات بوزارة الدفاع إن القوات الروسية ستقصف المنشأة قريبا ثم تعلن عن تسرب إشاعي وهذا من شأنه أن يجبر السلطات الدولية على إجراء تحقيق يتم خلاله وقف الأدمية على الأعمال القتالية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات معربا عن تفاؤله إزاء المفاوضات الجارية بدورها مددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن الموعد النهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية وقالت إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو مما لم يتفق على رفع سقف الدين البالغي 31.4 تريليون دولار وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية توقعت في وقت سابق أن تتخلف الحكومة عن السداد في أول يونيو قالت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات إن أكثر من 412 ألف ناخب يتوجهون اليوم إلى مكاتب الاختراع في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية وكان مليون وتسعمائة ألف شخص قد صوتوا في الجولة الأولى في الثالث عشر من مايو الجاري في انتخابات هيما عليها الحزب الحاكم الذي فاز بثمانين مقعدا برلمانيا فيما فازت المعارضة بأربعة وعشرين مقعدا وحصلت الأحزاب الدائمة للرئيس الغزواني على ستة وثلاثين مقعدا عزز النادي الأهلي صدارته لجول الدوري الممتاز لقراث القدم بفوزه على مضيفه فريق طلاء الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعته معرسة ديكولي الحربية بالقاهرة والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين للمسابقة سجل ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشة بتزديدة قوية من خارجي منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة والأربعين وعمر السلية من ضربة جزاء في الدقيقة الواحدة والتسعين فيما أكملت طلائع اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد مدافعه محمد سمير في الدقيقة تسعين رفع الفوز رصيد الأهلي إلى تسعة وخمسين نقطة في زغطارة جدول الدوري بعد خوض ثلاثة وعشرين مباراة فقط في المسافة بفارق أربع نقاط عن بيرميدز الوصيف بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند ستة وعشرين نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل